أعلن البنك المركزي المصري نجاح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي للقطاع المالي تابع له في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية والتي تعد بمثابة جهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوية وذكر البنك أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي وتتويجا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجهة